بعد اتباع الطريقة كما نشاهد تم تغيير الاسم في فيسبوك لتعرف الطريقة الصحيحة تابع معنا الشرح السريع مرحبا بكم من جديد لتغيير اسمك في الفيسبوك كل ما عليك عمله هو الدخول للفيسبوك من التطبيق أو من المتصفح والآن تضغط على هذه الشرطات الثلاثة الموجودة بالأعلى في الأندرويد أما في الآيفون تكون في الأسفل هذه الشرطات لعلم الطريقة لكل الأجهزة ومن هذه الصفحة تتجه للأسفل وتختار منها الإعدادات والخصوصية ومن هنا تختار الإعدادات وتضغط عليها ستظهر لك هذه الصفحة وهي صفحة إعدادات الحساب الخاص فيك عليك اختيار هذا الخيار المعلومات الشخصية ممتاز جدا الآن ركز معنا جيدا فعليك الآن الضغط على هذه الأيقونة أيقونة الاسم فمن هنا من هذه الصفحة يمكنك تغيير الاسم ولكن انتبه حتى تستطيع كتابة اسم يتم قبوله بسرعة في الخانة الأولى أكتب الاسم الأول وفي الخانة التي بالوسط يمكنك كتابة ما تريد إذا كان اسمك طويل وفي الخانة الأخيرة أكتب اسم العائلة يمكنك طبعا كتابة ما تريد ولكن عليك العلم أنه يمكنك تغيير اسمك مرة واحدة خلال فترة ستين يوم أو شهرين كما هو موضح من التطبيق وحتى يتم قبول الاسم يجب أن لا تضع في الاسم كلمات مسيئة أو ألقاب معينة أو أحرف من لغات مختلفة أو من لغات معينة أو رموز أو علامات ترقيم معينة يعني يجب أن يكون الاسم مكتوب بشكل صحيح وواضح وبعد كتابة الاسم بشكل صحيح تضغط على هذه الأيقونة مراجعة التغيير ومن هنا يمكنك اختيار كيف تريد ظهور اسمك في الفيسبوك يعني ترتيب الاسم الأول واسم العائلة اختار ما تريد وهنا وهي أهم خطوة وهي كتابة كلمة السر لحسابك في الفيسبوك حتى تتم عملية التغيير طبعا تكتب كلمة السر الصحيحة هنا في هذه الخانات وتضغط على حفظ التغييرات تمام وكامل راحث ثم تغيير الاسم للاسم الجديد ولكن إذا كنت ناسي كلمة المرور لحسابك في فيسبوك شاهد هذا الفيديو الظاهر على الشاشة فهو شرح لحل هذه المشكلة ولتعرف أكثر عن فيسبوك ومسنجر شاهد هذه الشرحات التي ظهرت على الشاشة في الأعلى ولتعرف أكثر عن علم التطبيقات اشترك معنا في قناة كيف وفعل الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد من قناة كيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته